بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكل متابعي قناة تاجر سات. واهلا بكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله فيديو النهاردة هيكون معنا طريقة استقبال امر الهوت بردق تلات تاشر شرق ويوتل سات ستاشر شرق. هنستقبل الامارين باعلى اشارة. نشوف مشكلة استقبال الهوتل سات ستاشر مع الهوت بردق. وليه? لما بنيجي نركب يوتل سات ستاشر بنأثر على اشارة الهوت برد. وممكن انت ايه اللي خلص معنا? او ممكن الاشارة تختفي على الهوت بردق علشان استقبل يوتل سات ستاشر وافضل طريقة اسبت بيها العدسة بالنسبة ليوتل سات ستاشر. ده هيكون فيديو النهاردة فتابع معنا الفيديو. لو حابب شوف طريقة استقبال يوتل سات ستاشر مع الهوت بردق وتستمتع بالبقات اللي موجودة على الامارين بالنسبة ليوتل سات ستاشر باكت ارينا سبورت الغنيا عن التعريف وسوبر سبورت والاوروبي باكت وقانال بلس وباكت نوفا سبورت. هنبدأ نشوف مع بعض طريقة الاستقبال فتابع معنا الفيديو للنهاية. ما تنساش دعم انا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان نوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. اهلا بكم مرة تانية وهنبدأ نشوف مع بعض ازاي هنستقبل امر يوتل سات ستاشر مع الودبرد تلاتاشر شر. اول حاجة طبعا انت بتستقبل الامر الاوروبي باعلى اشارة زي ما هو باين معنا على الشاشة. بتحاول تستقبل الامر باعلى اشارة. لو انا جيت بعد عن الطبقة كده هتلاقي الاشارة معنا تسعين هيت بتوصل واحد وتسعين. بتستقبل الامر باعلى اشارة وبعد كده بتبدأ تستقبل امر يوتل سات ستاشر جنب الودبرد على يمين الودبرد. بيكون مكانه مكان ايه دي كده بيركب في المكان ده كده. طبعا طريقة استقبال تلاتاشر شر موجودة على القناة تقدر تشوف الفيديو عشان تقدر تستقبل الامر بنفسك وبعد كده هتطبق طريقة استقبال يوتل ساتستاشر اللي هنشوفها مع بعض بدون ما نأثر على اشارة الهوتبيرد ونستقبل يوتل ساتستاشر ان شاء الله باقوى اشارة. مبدئيا كده بتجيب العدسة اللي انت هتستقبل بها امر يوتل ساتستاشر هتكون مسلا عدسة نوفا زي دي كده مسلا بتبدأ تفك اول حاجة عن العدسة تمام? لازم تفك الكفر عن العدسة اللي انت هتستقبل بها علشان الامرين قريبين من بعض فالكفر بيعمل مسافة بين العدسة والعدسة التانية فبيزود البعد ما بينهم فبتبقى صعب عليك انك تلقط الاشارة يبقى انت اول حاجة هتفك الكفر بتاع العدسة بعد كده هناخد السلك بتاعنا طبعا اشارة الهوتبيرد هتفصل انت طبعا لو انت هتركب الامرين او اكتر من امر طبعا بيكون معاك الوصلات ويفضل انه كل امر تركب الوصلة بتاعته فيه وتزبط بيها علشان ما تقعدش كل شوية فك الوصلات وتركب تركب وصلة كل امر اللي انت هتسبتها معاك عبدايزك. بتمسك السلك بتاعك زي ما احنا شايفين كده. تمام? كده احنا مسكنا الكطعة بتاعتنا وهنبدأ نروع على الصفر بتاعنا نجيب اشارة ستاشر هنجيب مسلا تردد كنات واحد اتش دي. وبعد كده همسك العدسة بتاعتي بنفس الميل بتاع الهوتبيرد كده. وابدأ اخش على جنب العدسة بتاعت الهوتبيرد. اهو اطلقت معايا اشارة. تمام? احاول اخش كده ازود الميل واقلل الميل. تمام? طيب الاشارة معايا وصلت اتنين وتمانين. طيب كده تمام. ابدأ اسبت العدسة بتاعتي. طيب ايه افضل طريقة اسبت بيها العدسة? افضل طريقة اللي انا بفضلها هي طريقة التسبيت بالافيز البلاستيك. فيه منه الافيز الرفيع اللي زي ده كده. وفيه منه افايز عريضة انتهات العريض هيكون افضل معاك كمان من الرفيع. افضل من الشكرتون وامن من الشكرتون. ولو انت حابب تسبت بالاتنين. سبت بالافيز الاول وبعد كده امن بالشكرتون. همسك العدسة بتاعتي. تمام? والقط الاشارة زي ما انت شايف كده. تمام? الاشارة هيت جايبة تسعين. وابدأ بعد كده اركب الافيز بتاعي. اهوة. عشان ابدأ امسك العدسة. تمام? وابدأ نجيب الافيز التاني. الاشارة معايا هيت واحد وتسعين. طبعا الافيز الاولان ده مهوي. هابدأ امسكه كده. واقلب الافيز عشان يزبط معايا. ههوة. ابدأ اشد على الافيز. تمام? واقلل الميل. طبعا الاشارة بتاعتي جايبة واحد وتسعين في المية. على يوتلسات ستاشة. طيب. ابدأ اشوف باي الترددات على الامر. اقلب كده اجيب ارينا اتنين. تمام? كده قنوات ارينا هيت خمسة. اروح على عشان الناس اللي عندها اهوة. اروح على الباكة جايبة معايا اتنين وتمانين. تمام? يبقى انا كده استقبلت امر يوتلسات ستاشر. دي قناة مفتوحة هيت جايبة تسعين في المية عشان اتأكد برضو ان انا نستقبل اشارة الامر مزبوطة. تمام? طيب بعد كده. عايز اتأكد من حاجة ان انا اروح على امر الهوتبيرد. علشان برضو اشوف اشارة الهوتبيرد عاملة ايه? تمام? افك البنة بتاعتي او السلك بتاعي. طبعا قلتلك الافضل انك تشتغل بالوصلة اللي هتسبتها عضايزك عشان ما تفكش ياما وتربط ياما. تمام? اركب السلك فيه الهوتبيرد. تمام? واشوف اشارة القنوات على الهوتبيرد. كده ارينا زبورت جايبة اتنين وتمانين. تمام? هي كده ممكن تكون ضعفة سنة. هي جايبة اتنين وتمانين. الاشارة اتنين وتمانين اشارة ممتازة ومش هتقطع معك وفهاش اي مشكلة. عشان كده بقول لك انك تحول تعلي اشارة الهوتبيرد على قد ما تقدر بحيس ان انت لما تركب الويت الساس التاشر العدسة بتاعت الويت الساس التاشر. وش العدسة بيكون واخد سنة من وش العدسة بتاعت الهوتبيرد. فبيقلل الاشارة سنة. فانت تحول توصل باشارة الهوتبيرد لاعلى اشارة ممكنة علشان تقدر تستقبل الاتنين بدون اي مشاكل. كده كنوات ارينا. كنوات اليفين ااسف شغالة نشوف تمام برضو الاشارة اتنين وتمانين ممتازة. اروح على كنوات نوفا. عشان برضو الناس اللي عندها آآ واحد وتسعين. يبقى انت كده استقبلت الهوتبيرد واستقبلت الويت الساس التاشر لاتنين باشارة قوية. وبدون ما تأثر على اي حاجة فيهم. السر كله في انك تستابل الاوروبي باعلى اشارة تقدر تستقبلها. وبعد كده تشيل الكفر عن عدسة الويت الساس التاشر. وتركبها بحيس برضو ما تخليش ان عدسة الويت الساس التاشر لفة قدام عدسة الهوتبيرد من 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 يم وش العدسة من هنا كده. تمام? من عند الطبق ما تكونش عدسة الويت الساس التاشر في ناس بتركبها لفة كده فبتقفل الرؤية على الهوتبيرد. فبتلاقي ان اشارة الهوتبيرد قلت نزلت ستة وسبعين وممكن اربعة وستين كمان. لكن انت تخلي برضو عدسة الويت الساس التاشر على نفس الاستقامة ما تكونش لفة قدام عدسة الهود بيرد عشان تضمن استقبال كل الترددات على الامارين بدون اي مشاكل دي كانت طريقة استقبال امر اه الهود بيرد مع بكل بساطة وبدون اي مشاكل اتمنى تكونوا استفدتم استنوا ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته